فرصة ودكتور حسن كمان مع دخلة الشتاء وإحنا في أكتوبر أسأل حالك على تطعيم الإنفلونزا لأنه عليه كلام كتير هو بيتجدد كل سنة نوع الميكروب اللي موجود في التطعيم وإحنا عندنا هنا المصل واللقاح بتوفره كل سنة وأنا شخصياً بقالي 12 سنة أنا وزوجتي بناخده بانتظام والحمد لله في خلال الـ 12 سنة دول ما جلناش ولا دور الإنفلونزا من لهم الأرض أرض بتوع زمان دول هل حالتك تنصح بهذا التطعيم والمين؟ ينصح بالتطعيم لكل من هو عرضة أكثر من غيره للإصابة بالتهابات المجاري التنفسي الاتهابات المجاري التنفسي يعني يعني عاصل أقول من أول الأنف لغاية الرئة عرضة أكثر من غيرها في الجسم للتهابات المتكررة للسبب التاجي نمرة واحدة هي مفتوحة على الجو الخارجي في أثناء عملية التنفس نمرة اتنين كل الدم لازم يروح الرئة كل دقيقة عشان ياخد أكسوجين ويطلع سيني أكسيد الكربون إذن كل شيء في الدم ممكن يوصل هنا الجهاز التنفسي مفتوح على الجهاز الهضمي عن طريق البلعوم فكل شرقة ممكن جزء من الجهاز الهضمي يدخل في الجهاز التنفسي تزداد أهمية ذلك في الأمراض التنفسية والإسهال في الصغيرين وكبارهم سمهم أكبر حاجات قاتلة في أو السن الصغير الكبير النوبات التنفسية والإسهال إذا كان واحد بقى عنده مشكلة أساسا في جهازه التنفسي لأن يكون مصاب بقى بالإنفزيما أو التهب الشعبي المزمن أو عنده مش عارف إيه سبق له الإصابة بإيه أو إيه يصبح والمدخنين دولة أكتر ناس عرضة لهذه الإشكالات يصبح دولة أولى الناس أن يتعاطى التطعيم بصفة مستمرة سنوية بدون انقطاع تطعيم الموضة بتاع السنة دي الميكروب بيتغير كل سنة مش بس عشان العلاج عشان مناعة جسمك بتهجم على الميكروب الميكروب عشان يعيش بيغير من تركيبه الجيني عشان جهاز المناعة بتاعك ما يتعرفش عليه إذا بدتك النهاردة تطعيم السنة اللي فاتت يجي لك ميكروب مختلف التطعيم ده بالنسبة لك ما يمنعش المرض لغاية إمتى دكتور حسن نقدر ناخده في أول الشتاء؟ لغاية إمتى يعني؟ لغاية إمتى في الشهور؟ لا هو ما يلقش حاجة لغاية إمتى في الشهور إنما يستحسن إنه اتخذ قبل بداية الموسم على الأقل بأسبوعين لأن جهازك المناعي عشان يكون عدد كافي من أجسام المضادة بياخد فترة يعني نقول سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، بالكتير يعني مفروض طبعا طبعا، تمام، هنتكلم عن علاج وأنا يعني متوقع إن حالك طبعا هتربط العلاج بالسبب بس هل في قواعد عامة جنرال رولز للعلاج في الحضن مجهولة المنظر بالذات؟ هناك باستمرار قواعد عامة وقواعد تخصصية في كل الأشياء حما أوغير يهمني في المريض إنه هو حافظ على درجة حرارته في معدل معايا لما تتعدش 38.5 حتى لا تؤثر على أجهزة الجسم وأستخدم في ذلك الكمدات إذا أحتاج الأمر أو مخفضات الحرارة بطريقة ما ده جزء جزء تاني إذا كان يوصاحب الحرارة أعراض خلته محتاج رعاية خاصة كأنه يكون فقد الوعي أو ملازم السرير لفترة طويلة يبتدي الكير بتاع العيان اللي في السرير وبتاع التقرحات الفراش وقرحات رجليه واحتمالات إصابته بنزالات تنفسية أو إمساك وهو في سريره أو احتمالات مولفسر الكبير اللي عنده بروستاتا وقلبه عشان مجروج قرح فراش وما شابه وأراعي إنه الارتجاع المريئي لو كان مصابي ما يعمل ليش بعد كده التهاب رئاو لما يتشخص بقى المرض ياخد إليك حسب السبب إنما أحيانا الحمى أو العدوى البكتيرية أو غير البكتيرية يتسبب عليها ما يسمى ملتي أورجن فيلير أجهزة كثيرة من جسم الإنسان تصاب بالعط الكلا، الكبد، التجلط ساعتها المريض ده لازم بقى فيه رعاية مركزة معدة للتعامل مع هذه الحالات وإلا بصرف النظر عن سببه حيموت من فشل أجهزته أحيانا تكون الحرارة لسبب مش عدو خالص كأنه يكون مثلا ضربة شمس أو إجهزة ما تكلمنا في الحج ده ما بيخدش بقى مضادات حيوية ده بيتلف بملاية وتحط عليه مروحة ويتبال وحرارته ما تنزلش عن 38 عشان الدروب السريع في الحرارة ممكن يعمله ميا في مخه وتشنجات فالمسألة فيه حاجة اسمها specific care أو يعني التخصصي وفيه الجنرال لكل الناس والجنرال ده في جسير من الأحوال يصبح أهم من الحاجات المضادات واللازم إنه اللي هو بيخلي العائل حتى آخر مقالة مكتوبة مثلا في مريضة كابت كيف تبقيه على قيد الحياة بالحاجات الجنرال أو الحاجات العامة شكرا دكتور حسن الحقيقة إحنا غطينا الموضوع بالكامل أهم حاجة عندي النصائح لحدك قلتها في عدم التدخل بشكل عشوائي عدم إعطاء أدوية قبل ما نروح للدكتور عشان ما نغطيش على شكل المرض أو نغير شكله فنزود مشكلة عدم التشخيص أو إنه يفضل مجهول أنا شاكر جدا كتور حسن تشتيفك لنا نورتني وأتمنى دايما أن أشوفك عندنا من أهدفنا المشتركة نشر الوعي الصحي ورفع مستوى الصحة العامة في البلد إحنا بنشارك في مبادرة 100 مليون صحة طبعا يفن طبعا إحنا عايزين شعبنا يبقى صحيح وقوي ومنتج عشان نطلع لقدام بإذن الله اشتركوا في القناة